بدون مبالغة الفيديو ده يكاد يكون أرخم فيديو قابلني من ساعة معملت القناة فيديو رخم 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 بقالي 3 أيام بجرب 3 أيام وأقوم أنا مخنوق من على الجهاز 3 أيام أقف الجهاز وأنا أعصابي كلها مجدودة ومضغوط بسبب الفيديو ده بقالي 3 أيام فأرف بسبب الفيديو ده المهم عندك بلاستيشن سري عايز تسجل شاشة الألعاب تعال أخذ المعلومة على الجهاز من غير ما تتعب ومن غير ما تتبهدل زي حالتي لو أنت مشترك جديد أو أنت قديم ومش عمل سبسكرايب للقناة من فضلك حضرتك انزل عمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات عشان أنا أتعب عشان أعملكم فيديوهات ويلا بنا نبدأ السلام عليكم زيكو أعطي أول أخباركو عامليني يا رب أخريت أيامان معكو اسلام فايد في فيديو جديد نرد معنا في فيديو حماسة جدا وياندين للغ barrels بخصوص تسجيل شاشة الألعاب من على البلاستيشن سري نفسه مش محتاج أن تشترك كطعة خارجية او قبتشر أو أول جاتو نش Jourام لتسجل شاشة الألعاب الأيوم الموضوع لمميزاته والعيوب طبعا المميزات سنتكلم عليه السريك طبعا تسجلي المالتيّمان مش محتاج أن تشترك كطعة خارجية تقدر تسجيل شاشة بعض الألعاب من جميع در للأسف تسجيل شاشة الألعاب الأديمة زي البلاستيشن 1 والاجهزة القديمة زي المحاكيات اللي بتنزل على البلاستيشن 3 كل دي حاجات انت بتستفد بيها ولكن العيوب انه مش بيشتغل معك على كل الاجهزة بيعمل بعض المشاكل اوقات تلاقي بيهنج وبيوقف الجهاز بتاعك وتحتاج ان انت تتراستر الجهاز في بعض الحاجات طبعا الحاجات دي كلها بجات فيه البرنامج مش شغال بصفة قوية زي البلاستيشن 4 كده تدوس على الضرار هو بيسجل كده كده بس الخاصية دي مش نزل مع الجهاز فعشان كده فيها بعض المشاكل طيب تلوقتي البرامج اللي احنا هنستخدمها ايه طيب تعالوا نروح على الجهاز الكمبيوتر واريكوا البرامج بس في السريع كده علشان تبقوا فاهمين دي البرامج اللي انتو هتحتاجوها يا رجالي مش هتحتاجوا اكتر من المينيو تول وهتلاقوه في الكومنت المثبت تحت هيحولك للتيرجرام وهتنزله مع بقية البرامج دلوقتي البرامج التاني اللي هو المالتيمان ايدي المالتيمان دي البرامج اللي انت تستخدمهو الاصدار ده من المالتيمان اللي هو اربعة اثنين وتمانين لاننا جربت اربعة خمسة وتمانين كان بيهنج وبيعمل بعض المشاكل فاستخدمت اربعة اثنين وتمانين واشتغل معايا من غير اي مشكلة المهم ان دي البرامج اللي انت هتحتاجه وهتلاقوه كل الحاجات دي فين في الكومنت المثبت لازم تكون الفلاشة بتاعتك على فات 32 وتوقف على الفلاشة كليك كيمين وتضغط برو بيرتز وتأتي نفع لتأكد أنها فات 32 وجدتها فات 32 كما تنزلها وتضعها على الفلاشة على سطح الفلاشة من بره وتأخذها وتذهب على جهاز البلاستيشن دلوقتي يا رجال احنا بقى على جهاز البلاستيشن زي ما انتم شايفين دي البرامج اللي احنا انستخدمها عندك المينيو تول ودي الدكستور كنت منزلها ولو مش عارفين او ما عندكوش المكتبة دي المكتبة دي حلو تنزلوها وتستفادوا بالمكتبة والcoloredalعبد اللي موجودة عليها وكل التفاصيل اللي فيها مكتبة حلوة جدا ولزي رجالة طيب وهي تاني المالتيمن تعالوا وان خلق على المالتيمن اوعيكم بعض الحاجات اللي انا سجلتها ونرجع تاني وان31 شرح ووانbike zuERE كيف تق Анزلوا هو وفتح حاجة هنا. انزل فيديو ود scale دي. الملفات اللي انت بتسجلها بتبقى موجودة هنا. لو دخلت هنا زي انت ما شايف اه دي ملفات. يعني دي حاجات انا سجلتها من على البلاستيشن نفسه. هو بيحمل. استانه بس شوية كده لحد ما يخلص. اهو بيقول لك. بيقولك انه هيكمل من النقطة دي. اقول له يسمي مش مشكلة اهو. ادي دي حاجة انا كنت سجلتها. طيب نرجع ورا. نرجع ورا. نخرج خالص من البرنامج. ونشوف ملف تاني. ثواني كده نشوف برده ملف تاني. ادي ملف تاني اللي هو الملف ده مثلا. ده كان لايه? طريبا كان للمالتيمان. اتوا سجل شاشة المالتيمان نفسها. اه شاشة المالتيمان زي انتم شايفين اهو. انا ما بعملش اي حاجة. دي كانت شاشة المالتيمان زي انتم شايفين بيتحرك معك. انا ما بعملش اي اي حاجة او بتحرك. طيب دي الحاجات اللي انا سجلتها. دي الحاجات اللي انا سجلتها من على جهاز البلاستيشن سري نفسه. يعني سجلت الشاشة نفسها من على الجهاز من غير قطعة خارجية ومن غير اي حاجة. زي ما قلتلكم الموضوع ما بيشتغلش على كل الالعاب. ما بيشتغلش يعني ممكن بعض الحالات تلاقي بيهنج الجهاز كده. ما انشغال كويس للأسف. ولكن احنا بنقول للناس اللي عايز السجل ومعندهاش وعلى قدر المستطاع يحاولوا يزقوا الدنيا بالحاجات دي. طيب هنحتاجي. هترجع ورا بقى هنخرج. هتقفل خالص الملتيمان وتدفيق الجهاز وتشغله. بعد ما تثبت المينيو طول طبعا. يعني لازم يكون عملت تثبيت للمينيو طول. لو انت مش عارف تثبت المينيو طول بعد ما انا قلت الملفات من على جهاز الكمبيوتر. كل انت هتعمله معلم. هتيجي هنا في الجيم. وتطلع فوق. بعد ما تفعل التعديلة بتاعتك. وتخش في باكت جيو مانجر. انستول. ستاندر. وبعد كده هتبدأ ان انت تثبت الملفات كلها. انا بس لسه محطيت الفلاشة هي. فهتلاقي هنا الملفات في ستاندر. هتنزل كل الملفات اللي انا بتعليها للمينيو طول. كده انت خلصت. تمام? ما فيش اي مشكلة. هتروح بقى تطفي الجهاز سواء من هنا. اللي هو هنا. في الستارت كده. او ان انت تطفي الجهاز وتشغله تاني. هنستنى لحد الجهاز ما يشتغل. وارجع بقى اواريكم. الخطوة اللي تعملوها علشان تبدأوا ان انتم تسجلوا شاشة الالعاب. الجهاز فتحها رجالة. زي ما انتم شايفين. هشغل الدراع بتاعي. وهي اجي هنا بقى اي اي دي عندك الهن. الينيو والهن. انت منزل المينيو طول زي ما احنا ما قلنا. ما تجيش تفعل بقى الهن من هنا. هتدوس على المينيو طول وبعد كده تقش تنزل تحت هتلاقي فيه هنا هتدوس عليها. زي ما انتم شايف كده استنى. لحد ما تخلص. اللي هي دي معناها يعني. دوس اقفل. زي ما انتم شايف دلوقتي بيقول لك ايه? ومود و هيجيب لك رسالة دلوقتي فوق. استنى الرسالة اللي جاية دي مهمة جدا. هتيجي دلوقتي ما تلوش. اهي. بيقول لك بيقول لك بيقول لك ان انت هتدوس على عشان تبدأ التسجيل. يعني دلوقتي لو درت رسل هيسجل معي. لا هو بيسجل داخل اللعبة. مش خارج اللعبة. يعني مثلا احنا دلوقتينا اتقلنا التعديل الى احدى عندك ال� joints disponible الغيب الى الاسف مش شغلت على اننشغل اللعبة دي. اللعبة دي يعني هوريكم وطريقة التسجيل بتبقى عاملة ازاي? انت بتفتح اللعبة. بعد ما بتفتح اللعبة ما بتدوس برضي رسل رسلة. يعني انت مش بعد ما تفتح اللعبة كده هتدوس رس ري هيبدأ ان هو يسجل لا استنى هتعمل حاجة هتدوس على الضرار البي اس اللي في نص الدرعة الضرار ده هتدوس عليه كده بعد كده هتدوس على بالشكل ده كده وترجع بقى بيقول لك فوق زي انت ما شايف تمام كده تمام طيب هنيجي هنا ندوس لا بس تمشي هدي اللعبة يعني احنا بنسجل اي حاجة الحمد لله شكرا للمس اللي قدت لي ارحمكم الله لي هديكم وصلح الله ولا جلgen طيب اللعبة دلوقتي اشتغلت هي اذا انتم نشايفين ها رجالين يعني اذا انتم واقعينه هي دي اللعبة اللعبة ها هي اعيو بيدرب اهو اضرب 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 جميلة اللها بلي لذيذة فكرين الناس اللي بتلعب لزمان اضرب اضرب اضراب اضرب 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 اه ازنقوني زنقوني زنقوني وطيت بس يلا المهم احنا دلوقتي بعد انت كده سجلت شوية صح عاست يوقف التسجيل هدوس على زرار البي اس اللي في نس الدرع تاني ودوس على الارس ري وبكده تكون وقفت التسجيل بيقولك ريكوردنج فينشل هو كده خلص التسجيل طب انا دلوقتي الملفات بقى زي ما انا ما شرحت لكم من شوية الملفات بتبقى فينا هتخرج بقى من اللعبة خالص زي ما انت مش عايف بالشكل ده كده وبعد كده تروح تخش جوه المالتي مان انا دلوقتي هنعمل حاجة هوصل للفلاشة وشان ناخد عليها جمان الملفة اللي احنا نسجلناه ونعرضه على الكمبيوتر عشان نشوفه هناك هتخش جوه المالتي مان دلوقتي دخلنا جوه المالتي مان زي ما انتم مش عايفين ادي الملفات زي انتم مش عايفين اخر ملف هنا هو اللي هو سعتاشرة سبعة واربعين الارقم بتاعته يعني اكتر هتاخده تمام وافتح هنا بعد كده اختار وحطه هنا بست ونستنى لحد ما يخلص نقل هو اكيد مش ياخد وقت لان مساحته صغيرة هو كده خلص نقل بالفعل كده تمام كده تمام هناخد الملف بقى يعني احنا ممكن نشغله هنا برضو ولكن نشغله هنا زي ما انتم مشايفين وناخد الفلاشة برضو نوصلها على جهاز الكمبيوتر زي ما انتم مشايفين اللعبة هي الحاجات اللي احنا كنا بنعملها كلها في اللعبة اتعرضت قدامكم من غير اي مشكلة ما فيش اي حاجة لو جينا خرجنا اهو نخرج خالص بقى من ده بعد كده نروح بقى على جهاز الكمبيوتر يا رجالة ادي جهاز الكمبيوتر وادي الفلاشة ادي الملف يا رجالة اللي هو الملف ده نشغله عشان نشوف بصوا ادي الجودة بتاعته يعني الى حد ما شغال كويس ما فيهوش مشاكل ما بيهنكش ما بيقطعش شغال الى حد ما كويس طيب بناء على كده بقى ايه فانضانين ممكن تجرب على العاب كتير يعني انا جربت على كذا لعبة ما اشتغلش والعب وجربت على لعبة ويشتغل många جkindJ سعجل جربت على كل لعبة اشتغل من غير اي مشاكل جربت على لعاب تانية ولأسف مشتغلش زيها البحث مثلا JOHN τα ديوت بلاك اوبس تو ما اشتغلش عليها جاب لي ارور فهو بيشتغل معك على حاجات وعلى حاجات تانية لأ فانتو جربوا واللي تشتغل معا الطريقة ويسيب اسم اللعبة اللي اشتغلت معا بحيث ان الناس كلها تستفاد لانه صعب ان انا اعود اجرب طبعا كل الالعاب دي انا اسيب لكو قيمة من بعض الالعاب اللي بتشتغل عليها برضو كويس من غير اي مشاكل في الكومنت المثبت تحت ولكن كل واحد يلاقي الالعاب شغالة معا يسيب في الكومنت المثبت يسيب في الكومنتات بحيث ان الناس كلها توصل للالعاب اللي شغالة من غير اي مشاكل واللي يقابلوا مشكلة حاول توصل معا لانها بتالت يام في الموضوع ده فان شاء الله يحاول احللكم جميع المشاكل اللي ممكن تقابلكم بس كده رجالة دي كانت الطريقة اللي تقدر تسجل بها شاشة الالعاب والطريقة تانية طبعا عن طريق الكتعة الجاتو او الكابتشر تقدر توصل على الكمبيوتر وتسجل شاشة الالعاب من غير اي مشاكل يمكن الطريقة التانية دي افضل طريقة طبعا بدون منازع ودي اللي انا بستخدمها دايما ودي اللي انا بسجل بها شاشة الالعاب باستمرار ولكن في ناس مع يعني ما عندهش الكدريني تشتري مثلا القطع دي او مش مهم بالنسبة لهم عادي نسجله حاجات بسيطة فبالنسبة لهم دي هتبقى طريقة مناسبة بس كده لو الفيديو اعجابكم ما تنسوش الدعم لو انت جديد مع انا اهلت بك في استخواتك احنا اللي عتولة هتلاقي اخبار شرحاتك اي حاجة خاصة بالتعديلات اي حاجة خاصة بالالعابة لها موجودة واجهزة الكونسول فتنزل تعمل تعمل اشتراك او اشتراك وتفعل الجرد اشترك كل الفيديوهات اما بل انت مشترك قديم مشترك جديد تنزل تعمل لايك للفيديو وتسيب لارك في الكومنتيات وبصع الفيديوهات القديمة واشوفك الفيديو الجاي سلام